السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني عملت وصفة جميلة جدا بطريقة سهلة خالص فطيرة لحم او لحم بعجين او صفيحة لحم اتغديت وتعشيت بيها كمان طريقة تحضيرها سهلة من غير عجن ولا تعب بمكونات بسيطة ومتوفرة مناسبة للضايط العادي وكمان مناسبة لمرضى السكري طريقة تحضيرها سهلة في سواني كده بتكون جاهزة طعمها جميل جدا ومشبعة اوي اوي شايفين الوصفة التحفة دي يلا بينا نشوف طريقة العمل هنبدأ دلوقتي بالطريقة على طول هجيب طبق وحط فيه اول حاجة كده اتنين بيضة حجمها صغير ولو فيه بيض كبير ممكن تحطه بيضة واحدة مفيش اي مشكلة وهنقلب البيض بقى بالمضرب اليدوي وبعد كده هنبدأ نضيف عليه الاضافات التانية اول حاجة هنحطها هو البيكنج باوتر هنحط بمعيار المعلقة القياسية الصغيرة نص معلقة صغيرة من البيكنج باوتر وهنضيف كمان دلوقتي الخل تقريبا برضو معلقة صغيرة من الخل الابيض وهنحط كمان الملح وطبعا الملح حسب التزوق انا هحط تقريبا كده يعني ربع معلقة صغيرة من ملح الهملاية ممكن تستعمله الملح العادي هنقلب بقى دلوقتي الحاجات دي كلها مع بعض كده بالمضرب اليدوي لغاية لما يختلطوا كويس بعد كده هنضيف نص كوب بالاكواب الهيارية من مطحون الشفان او دقيق الشفان وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده البديل بتاعه نفس الكمية ونفس الخطوات الدقيق الاصمر اللي هو دقيق الحبة الكاملة يعني تحطوا يا اما نص كوب من الشفان دقيق شفان يعني او نص كوب من الدقيق الاصمر طبعا بعد بقلبتهم مع بعض بالشكل ده بقى معانا القوام تقيل فجبت بقى دلوقتي ربع كوب عياري من المياه اللي هو ساعة 90 ملي وحطيته بقى دلوقتي بالشكل ده ونقلب بالطريقة دي كده لغاية لما يختلطوا كويس لو عايزين تحطوا حليب مفيش مشكلة بس انا محبتش ان انا زود في السعرات الحرارية بعد مقلبتهم مع بعض بالشكل ده كده بيكون معانا القوام كده يلا بينا بقى نحضر فطاير اللحم او لحم بعجين هنجيب طاصة ولازم نستعمل طاصة تكون غلصة ونقويس ونعمل مسحة كده من اي مادة دهنية وبعدين هنشغل نار البتجاز على نار هادية وهنبدأ بقى دلوقتي نحط الخليط كده طبعا اعملوه بالحجم اللي انتوا عايدينه انا هعمل اربعة من الفطاير حجمها متوسط زي ما هنشوف دلوقتي بعد محطيت الخليط بالشكل ده كده بظهر المعلقة هبدأ اوزعه كده بحيث ان هو يكون معانا متناصق كده على شكل دايرة طبعا انا مخليه نار البتجاز على نار هادية وبعد ما فردتها بالشكل ده كده بالمعلقة هنغطي عليها بقى ونسيبها لغاية لما تستوه من الطبقة اللي تحت بتكون معانا بالشكل ده طبعا معالم السوى بين عليها هنقلبها بقى دلوقتي على النحية التانية وفي الوقت ده هنقفل نار البتجاز على ما نحط الحشوة الحشوة بقى تبقى عبارة عن ايه؟ حوالي معلقة كبيرة كده من الجبنة المتزرلة وبعد كده هحط لحمة مفرومة متعصقة كانت جاهزة عندي ممكن طبعا تحطوا اي حشوة انتوا عايزينها هحط بقى دلوقتي حوالي معلقتين كبار كده من اللحمة المفرومة المتعصقة ممكن تحطوا بقى بواقف راخ عندكم او تحطوا تونة او تحطوا زي ما انتوا عايزين بس انا حبيت ان انا اعملها صفيحة لحمة بعد ما حطيت الجبنة بالشكل ده كده وبعد كده حطيت اللحمة المتعصقة هرجع تاني حط الرشة بسيطة من الجبنة المتزرلة عشان بس الحشوة تثبت معانا وتدينا شكل حلو وبعد كده هغطي عليها وشغل النار على نار هادية لغاية لما تستوى من الطبقة اللي تحت وكمان الجبنة المتزرلة تسيح وفي سواني كده بتكون جاهزة معانا احلى واجمل صفيحة لحم او لحم بعجين ما بتاخدش وقت ابدا سهلة وسرعة التحضير بتكون معانا بالشكل ده وبتكون جاهزة اول واحدة هعمل دلوقتي واحدة تانية بنفس الطريقة هعمل مسحة بسيطة كده من اي مادة دهنية وبعد كده هحط الخليط طبعا لما بنسيبه شوية كده الشفان بيبدأ يمتص السوائل وتتقل معانا شوية يعني هتحسوا كده بعد شوية ان الخليط تقل معاكو شوية مفيش اي مشكلة دلوقتي بعد ما حطيت الخليط بالشكل ده ووزعته بالمعلقة هغط عليه بقى لغاية لما يستوى معانا من الطبقة اللي تحت وتقريبا ما يكونش فيه اي سوائل من الطبقة اللي فوق نقلبه على الناحية التانية ونقفل النار على ما نحط الحشوة هنحط حوالي معلقة كبيرة من الجبنة المتزرلة المبشورة وبعد كده هنحط اللحمة المتعصقة وبعدين هنحط شوية بسيط برضو من الجبنة المتزرلة على الوش من فوق طبعا نحطه بقى على كيفكو زي ما انتوا عايزين خلاص كده بتكون جاهزة معانا من غير عجنة ومن غير تعب ومن غير مجهود سهلة وصرقة التحضير وبيكون احلى غداء وعشاء خلاص كده بقى بعد ما حطيت الجبنة المتزرلة هغطى عليها وشغل النار تاني على نار هادية علشان تستوه معانا من تحت وكمان الجبنة المتزرلة تسيح وتمسك معانا الحشوة وخلاص كده بتكون جاهزة معانا تاني واحدة من صفيحة اللحم او اللحم بعجين شايفين ما شاء الله ما بتاخدش وقت ابدا وطعمها رهيب هعمل بقى دلوقتي بها الكمية بنفس الطريقة كده وخلاص كده تالت واحدة من الفطاير جاهزة معانا بتكون معانا بالشكل الطحفة ده وهعمل بقى دلوقتي اخر كمية معانا اهم حاجة ان احنا نعمل مسحة كده باي مادة دهنية في الطاصة ونستعمل طاصة غير لاسقة تكون نوع كويس بعد ما عملت مسحة بسيطة كده من المادة الدهنية حطيت بعد الوقت الخليط ونوزعه كده بدهار المعلقة وبعد كده هنغطى عليه ونسيبها لغاية لما تستوي وبعد ما قلبتها وحطيت الحشوة كده لجبنة المتزرلة واللحمة المتعصجة نغطى عليها لغاية لما تستوي من الطبق اللي تحت طبعا على نار هادية وكمان على ما الجبنة المتزرلة تسيح شايفين ما فيش لاسهل ولا اسرع من كده وبتكون جازة معانا بقى دلوقتي حضرتها بسرعة للغدا وكانت جميلة جدا اخدت اتنين منها في الغدا واتنين في العشاء كانت مشبعة وبجد رهيبة لما تجربوا الوصفة لازم ترجعها تكتبولي في التعليقات رأيكم فيها ايه شكلها رهيب بجد تحفة ان شاء الله الوصفة تعجبك قوي يلا بينا بقى نقدمها كده ونشوف القوام بتاعها قد ايه مستوية وطعمها ان شاء الله هيعجبك هنزينها بقى دلوقتي براشة بسيطة كده من البقدونس طبعا قدموها بالطريقة اللي انتوا عايزينها وصفة سهلة مكوناتها بسيطة جاهزة كده في ثواني ومشبعة وجميلة جدا بتكون معانا بقى بالشكل ده ناخدها كده مع شوية زتون وقارنشطة حار كده وبتكون حلوة هنشوف بقى دلوقتي واحدة كده من الفطاير او صفيحة اللحم او زي ما تسموها بقى بتكون معانا بقى مستوية وجميلة جدا للناس اللي هتقولي ممكن نسويها كلها مرة واحدة في الفرن مفيش اي مشكلة حطوا الخليط كده في الفرن الاول لغاية لما يستوي شوية وبعد كده طلعوه حط الحشوة على كفك وبتكون جاهزة معاك وكده ما بتاخدش وقت شايفين ما شاء الله كده لان هي لسه سخنة كده والجمنة المتزرلة سيحة وان شاء الله طعمها هيعجبكو جدا دلوقتي بقى يلا بينا نقول السعرات الحرارية للوصفة الطاعة الكمية كلها سعراتها على بعضها كده 660 سعر حراري تقريبا لو عملتوها زي ما انا عملتها كده بالزبط ومشيتوا على الخطوات بنفس الكمية ونفس المكونات هتكون السعرات الحرارية للكمية كلها 660 سعر حراري تقريبا عملنا اربعة من الفطاير حجمها متوسط بالشكل ده هتكون الوحدة بس سعراتها هتكون الوحدة سعراتها تقريبا 165 سعر حراري يعني ممكن ناكل منها اتنين على الغدى كده بتبقى جميلة جدا ومشبعة طريقة تحضيرها سهلة ومناسبة للضايت العادي وكمان لمرتا السكري ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفع الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية